الكرام متواصلون معكم دائما في هذه الفترة الإخبارية ونصل إلى ثاني ملف نقاش لهذه الفترة الإخبارية والمتعلق بارتفاع جرائم القتل في الجزائر ما هي الأسباب وأليات العلاج للحديث أكثر حول هذا المنظوع ينضم إلينا هنا في البلاوتو السيد سوفيان جديات محامل ورئيس المؤسسة الجزائرية للوقاية من العنف الاجتماعي صباحك سعيد أستاذ مرحبا وشكرا على الاستضافة إذن بداية أستاذ نتحدث عن عديد النقاط جرائم القتل مؤخرا في الجزائر نستطيع القول أنها كثرت ما هي الأسباب التي أدت ربما إلى هذه الجرائم وارتفاع ضحايا الجرائم بسم الله الرحمن الرحيم أولا فعلا في الأونة الأخيرة نلاحظ أنه ارتفاع غير مسبوك وارتفاع رهيب لجرائم القتل أولا من بين الأسباب التي تؤدي لهذه الجرائم القتل بطريقة بشعة هي تناول المخدرات والمهلوسات وما إلى ذلك اليوم نلاحظ أنه أغلب المجرمين يعني الشيء أو الدافع أو السبب اللي يخليه يروح يقوم بجريمة قتل هو أنه يكون يعني في حالة هستيرية جراء تناول المخدرات وجراء تناول المهلوسات ويعني معظم المنحرفين والشباب يعني إذا تكلمون تكلموا على المسبوخين قضائيين خاصة يعني يحملون معهم الأسلحة البيضاء هذا من بين أهم الأسباب تانيا نذكر سبب تاني يعني هناك مشائك العائلية هناك مشكل البيطالة الذي يلعب دور كبير يعني نلاحظ أنه نذكر على سبيل ميتان يعني لما يكون هناك مسبوخ قضائي ويخرج من المؤسسة العقابية يعني إحنا نشوفه أنه هذا المسبوخ قضائي لا يندمج إلى المجتمع بمعنى أنه ما عندوش الحق أنه يكون عندو شغل أو مهنة أو خاصة في مؤسسات الدولة هذا الشيء اللي حي خليه يمشي في طريق المنحرفة يعني بمعنى أنه يتناول مخدرات ويعاود يرتكب نفس الجرائم إذا تكلمنا يعني من ناحية القانونية نلاحظه أنه الشيء اللي خليه المجرم يقوم بهذه الأفعال أنه لا يخاف القانون بمعنى أنه يعني نحن بسفتنا قانونيين نشوفه أن قانون العقوبات يعني يراه صاريم وعند عكاين هناك مواد صريحة في قانون العقوبات يعني كل مجرم يقوم بقتل هناك الإعدام يعني ولكن الإشكال أنه غير مفتعل هو بمجرد نطق بالإعدام فقط لا أكثر ولا أقل الشيء هذا اللي خليه المجرم لا يخاف إطلاقا من القانون ولكن أنا نشوفه اليوم معظم الضحايا يقول لك حنا نطالبه بالإعدام وكان هناك إعدام يشوفه أنه المجرم يعني يخافي يقول لك أنا رح نركتك بجريمة ندخل المؤسسة العقبية يطبقوا علي الإعدام هناك المشكلة في الجزائر أنه ما كان هناك تطبيق الإعدام هناك مجرد النطق به لا أكثر ولا أقل نعم طيب كنت تحدثت عن الجرائم ربما خاصة سابقا كنا نسمع عن الجرائم في الشوارع الجزائرية ربما بين الشباب مناوشات لكن اليوم مع الأسف أصبحنا نشهد جرائم مروعة يعني في البيوت الجزائرية نسمع أنه حوادث أب يقتل عائلته أولاده ربما هل ترى أنه أسباب فيه يعني يجب أن يكون هناك ربما تحليل نفسي في ربما المدارس يعني للحد من هذه الظاهرة فعلا حقيقة اليوم نشوفه يعني هذه الجريمة القتل هي تنتشر بشكل رهيب في الأسر الجزائرية يعني لاحظنا مؤخرا الزوج الذي قام بقتل الزوجة تاوى الأبناء تاوى رحمهم الله هنا رح نركز على يعني شيء مهم أنه المرافقة تاعة الأطباء النفسيين شيء مهم ومهم يعني هنا هاد ربما الأب أو الأم أو شيء مقابل كما هادو لازم المراقبة النفسية الأطباء النفسيين يعني هناك استمرارية في المرافقة النفسية لهاد الأشخاص ربما رح نلاحظه أنه كل من يقوم بهذه الأفعال هذه البشعة عنده من وراء ذلك عنده مشاكل ربما في المهنة تاوى مشكل مع الأصدقاء تاوى مشكل مع العيلة تاوى مشكل مع الزوجة تاوى اللي رح تخليه اللي رح تدفع به أنه يقوم بالقتل أو بجريمة التي تؤديه إلى يعني شيء ليحمده عقبه هذا من الجهة من الجهة أخرى نشوف أنه الطبيب النفساني يعني هنا لازم يقوم بالمرافقة لهذه الفئة من المجتمع حتى يقوم بتمرير رسالة التي تفسر العواقب والانعكاسات لهذه الجرائم في حق الأسر حتى الأبناء الصغار يعني هنا ربما المجرم هذا يقوم بقتل الأسرة تاوى من بعد هو يروح المؤسسة العقبية عنده قانون يعاقبه بهذا الفعل من بعد كان يقدر يستفيد من عفو يقدر يخرج كان هناك بما يسمى بثأر يقدر يثأر من الموحيط تاوى الأسرين موحيط العائلة تاوى ربما موحيط تاوى مع أصدقائه يعني هنا نشوفه أنه نرجع وشك تقول مقبل يعني المشكلة الردع في الجزائر هذا هو المشكلة الأساسي لما تكلم اليوم الردع واحده ما يكفيش طيب أنتم أستاذ كمؤسسة جزائرية للوقاية من العنف الاجتماعي ربما ما هي الآليات التي تقترحونها من جهة ربما للتجريم أو لعقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا في الجزائر يعني ومن جهة أخرى لإعادة ربما الطمأنينة يعني إلى الشوارع الجزائرية أو حتى إلى الأسر الجزائرية أولا نحن كمؤسسة جزائرية للوقاية من العنف الاجتماعي أول شيء الذي سنسعى من أجله ولا سنعمل في إطار البرنامج السنوي هو يعني مرافقة أو العمل بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية وخاصة المؤسسات الربوية في إطار حملات تحسيسية لهذه المحبوسين يعني من جهة أخرى أو بمعنى أنه راح نقوم بحملات تحسيسية للمحبوسين ونشرح مدى خطورة ومدى إنعكاسات هذه الأفعال وهذه الجرائم على المجتمع هذا من جهة من جهة تانية سنسعى أيضا أن نرافق أو نعمل بطريقة مباشرة مع الأطباء النفسانيين أيضا خاصة مع المجرمين هذول يكونوا في المؤسسات العقابية يعني إن شاء الله راح تكون عندنا الفرصة أن نعمل مع المدرأ السجون أو المؤسسات التربوية حتى يكون عندنا يعني اللاكسي للمؤسسة التربوية حتى نقوم بحملات تحسيسية الضورات التكوينية ولما لا يعني باش نوضع حد لهذه الجرائم هذا من جهة من جهة أخرى ستسعى المؤسسة الجزائرية للوقاية المعنف الاجتماعي إلى خلق اللجنة القانونية هذه اللجنة القانونية ستسعى إلى يعني اقتراح قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة لأن اليوم لما نشوف ترسان القانونية والمشرع أنه قام بسن قوانين في قانون العقوبات للحد من هذه الظاهرة هي قوانين فعلا صارمة وهي قوانين الردع ولكن اليوم نشوف أنه هذه القوانين لا تطبق على أرض الواقع بمعنى أنه كما تحدثت في السابق نشوف أنه الإعدام لا يفتعل ولا يطبق ولكن نحن اليوم كمؤسسة سنسعى إلى بعث بتقارير لفيه مقترحات تفعيل الظاهرة الإعدام أصلا تفعيل ظاهرة الإعدام على هذه المجرمين الذين يرتكبون جرائم بشعة نعم سيد صوفيان جديات محامي ورئيس المؤسسة الجزائرية للوقاية من العنف الاجتماعي شكرا لك على كل الشروحات التي قدمتها لك